اشتركوا في القناة نعم تحية لك يا ولي جميع المشاهدين طبعا الاعداد الاصابات بدأت تتناقص بشكل كبير جزءا في ألمانيا وهناك مواشرات على تحسن الوضع بشكل نحو الاجاب وايضا طبعا من ناحية اخرى اعداد الوصيات قلت بشكل ايضا بالتو ويرجع الكثير من المختصين هذا الامر الى ارتفاع عدد الذين تلقوا التطعيم خلال الايام الماضية فكان لدينا مثلا خلال يوم الاردعاء رقم قياشي وصل الى اكثر من مليون وثلاثمائة الف شخص تلقوا التطعيم خلال يوم واحد وهذا طبعا رقم قياشي حيث لم يكن الاعداد تتجاوز السبعمائة الف شخص في اليوم فهذه الامور كلها اثرت اجابا على الوضع الوبائي في ألمانيا طيب سيد محمد اذا كان وزير الصحة الألمانية يانسبان يتحدث عن ان الموجة الثالثة قد انكسرت في ألمانيا ويكسر الحديث عن تخفيف للإقراءات الوقائية لمكافحة كورونا يعني برأيك سيد محمد ما هي ابرز ربما قرارات التي ستصدر فيما يتعلق بهذا الموضوع نعم في البداية طبعا تم استماح بالاماكن المفتوحة والمضاعم المفتوحة بالعودة الى العمل أي انه لا تكون داخل القاعات او داخل الاماكن المولقة انما في الاماكن المفتوحة مثلا في ولاية بايل وعاصمة ميونغ بدأ هذا الاجراء وايضا برلين اتحقت ايضا بها وباقي الولايات طبعا مشكلة تدريجي ايضا بدأت تتجن نحو هذا الامر وهناك نقطة اخرى ايضا بالنسبة لعودة جلسية لبعض المدارس ايضا للثبيت الحضوري بدل عبر الانترنت وهناك ايضا اجراءات تختيفية اخرى قالوا انها سيتم باتخاذها خلال الايام القادمة ربما يوم الثلاثاء القادم سيد محمد اريد ان اقف مع حضرتك عند نقطة عودة المدارس تحديدا لان هناك الكثير من المخاوف خاصة وان الكثير من اللقاحات ربما لم يتم السماح لان يتم تلقيح الاطفال بها فذلك يستدعي الكثير من الاجراءات الاحترازية فيما يتعلق بعودة المدارس او فكرة عودة المدارس هل ثمت اقراءات مختلفة بشكل او باخر تم اتخذها لاتخذ هكذا قرار؟ نعم طبعا لن تعود كل المدارس انما سقط الصفوف المنتهية والتي هي مهمة ربما اما باقي الصفوف ستبقى على التدريف عن بعد وطبعا تم الزام جميع الطلاب بان يتم فحصهم على الاقل مرة واحدة وهناك بعض الولايات قالت مرتين اشبوعيا فحص بالنسبة لي كورونا وايضا بالنسبة للمعلمين تم تطعيم نسبة كبيرة جدا منهم وكانت لهم الاولوية في مسألة التطعيم لانه كما تعلمون هذه مسألة بالنسبة للتدريف مهمة جدا وهناك ايضا داخل المدارس لن تعود الصفوف تماما كما هي انما كل صفف سينقسم ربما الى مجموعتين او حتى ثلاث حتى يكون في الصفف الواحد عدد قليل جدا من الطلاب ويكون هناك مساحات تافية لكي يكون هناك تباعد اجتماعي وبالتالي لا يؤثر بعضهم على الاخر طيب سيد محمد يعني سؤالي تلك حضرتك متعلق بشكل تحليلي اكثر اذا كانت المانيا في بداية هذه الجائحة كانت ربما من اولى الدول الاوروبية التي بدأت في تخفيف الاجراءات الاحترازية وعانت من بعد ذلك من موجات اخرى وارتفاع مرة اخرى لاعداد الاصابات يعني ماذا تعلمت ربما المانيا من الدروس منذ بداية هذه الجائحة وحتى الان نعم طبعا من احدى النقاط المهمة التي انتبه لها الالمان هو ان لا تعود جميع المفاصل بشكل طبيعي وانما يكون هناك الامور التي ربما يفكرون بانها هي البؤر التي تنشر هذا الوضع ستبقى مغلقة مثلا البارات الاسكوات غيرها من النقاط الاخرى التي ربما يكون فيها تقارب كبير جدا بين الناس والجلسات قريبة من بعضها البعض هذه ستبقى مغلقة لانها هي كانت ربما اكثر بؤردي اتشار الفيروس ولكن النقاط التي ربما هي بالامكان الحفاظ على التباع طبعا اضافة لذلك تم فرض استخدام كمامات معينة في الوسائل النقل العام لا يسمح باستخدام اي كمامة انما الكمامات الطبية الخاصة والمعروفة بـ FFP2 هذه الكمامات التي هي من خمس طبقات وهذه ربما تمنع بشكل كبير جدا الفيروس لذلك هناك اجراءات ستبقى موجودة حتى بعد تخفيف القيوم نعم سيد محمد خفاجي الكاتب صحفي كنت معنا مباشرة من برلين بشكر حضرتك جزيل الشكر